موسيقى مشاهدين أهلا بكم دعا جلالة الملك محمد السادس خلال القمة الاستثنائية العربية الإسلامية المنعقدة بالرياض في المملكة العربية السعودية إلى صحوة الضمير الإنساني وإلى تحرك جماعي كل من موقعه لوقف قتل النفس البشرية بقطع غزة لتحقيق أربع أولويات ملحة وأوضح جلالة الملك أن هذه الأولويات تهم الخفض العاجل والملموس للتصعيد ووقف الاعتداءات العسكرية بما يفضي لوقف إطلاق النار بشكل دائم وقابل للمراقبة وضمان حماية المدنيين وعدم استهدافهم وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وأضف جلالة الملك أن الأمر يتعلق أيضا بالسماح بإيصال المساعدات الإنسانية بانسيابية وبكميات كافية لساكنة غزة وكذا إرساء أفق سياسي للقضية الفلسطينية كفيل بإنعاش حل الدولتين المتوافق عليه دوليا طبعا لهذا الموضوع يحضر معنا في رستوديو المحلل السياسي الدكتور عبد الفتاح البلعمشي أهلا وسهلا بك دكتور مرحبا أهلا وسهلا لنبدأ إذن بآخر التطورات في قطع غزة بعد أزيد من شهر كيف يبدو لكم الوضع اليوم في قطع غزة مع الأسف الشديد بالرغم من كل المحاولات وكل أصوات التي ترتفع عبر العالم سواء من قبل المنظمات الدولية الحكومية المعنية أو من قبل هيئة الأمم المتحدة أو من قبل التنظيمات الإقليمية أو من قبل كل القوى الفاعلة والحية في هذا العالم لا زال التسعيد هو الذي يؤدي إلى هذا النوع من الأحداث المأساوية في الحقيقة التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة اليوم يمكن أن نقول بأن كل هذه الأصوات لم تجد آدانا لدى الحكومة اليمينية في إسرائيل من أجل وقف هذا العنف الذي يستهدف البشر والحجر ويستهدف المرافق العامة ويستهدف المرافق المدنية ويستهدف الأطفال والنساء والشيوخ كذلك بمعنى أن كما جاء في رسالة جلالة الملك إلى القمة العربية الإسلامية هناك تجاهل كامل ومطلق للقانون الدولي الإنساني ولمبادئ قانون الدولي العام بصفة عامة بمعنى أن إسرائيل هي اليوم تتمادى في هذا التسعيد وكل هذه الأصوات كما أشار بلاغ القمة لابد أن تعطي نوع من الحزم من قبل هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن لاتخاذ قرار في إطار الفصل السابع لتني إسرائيل عن التمادي في هذا العنف وهذا التسعيد غير المبرر نعم في القمة الاستثنائية العربية الإسلامية التي انعقدت برباط طبعا دعا جلالة الملك إلى تحرك جماعي لتحقيق أربع أولويات مرحة نبدأ بالأولوية الأولى وهي الخفض العاجل والملموس لتصل بداية الموقف جلالة الملك من خلال هذه الرسالة هو موقف مشرف للأمة المغربية ومشرف لكل القوى الداية إلى السلام والتي تسعى إلى وقف هذا التسعيد الممنهج والذي لا تريد إسرائيل أن تتراجع عنه أو أن تخفض حتى من وقعه من أعمال العسكري التي تقوم بها كل يوم طيلة هذه المدة جلالة الملك هو يصطف إلى جانب المبادئ العامة للقانون الدولي الإنساني وللأبعاد الإنسانية حينما يتحدث عن ضرورة وقف استهداف المدنيين عن ضرورة السماح للمساعدات أن تصل بن سيابية إلى المعنيين بها داخل قطاع غزة تحديدا وفي كل فلسطين حينما يتحدث أيضا بصفته رئيس لجلة القدس عن عدم تغيير الوضع القانوني في الأراضي الفلسطينية وفي مدينة القدس وحينما يتحدث كذلك جلالته عن ضرورة وقف هذا الصراع وهذا العنف وفتح المجال لعملية السلام وأخذ الضمانات للسير قدما في عملية السلام في هذا الصراع الذي طلأ أمده والذي أصبح وصمة عار إن صح التعبير على المجهود والممارسة الدوليتين في سبيل وقف العنف ووقف الحروب عبر العالم نعم طيب هذه الأعمال التصعيدية الإسرائيلية المستمرة اليوم كيف تقود يعني كل أمال وفرص السلام اليوم بالمطقة أعتقد بأن مسألتين أساسيتين التعنط الإسرائيلي اليوم من خلال هذه الحكومة اليمينية التي تصد كل هذه المبادرات الساعية إلى وقف العنف ووقف التصعيد من جهة ومن جهة أخرى عدم التكافؤ هناك مبادئ في القانون الدولي تتحدث عن الاستخدام غير متكافئ للقوة العسكرية وبالتالي فأن يستهدف العزل ويستهدف المدنيين وأن تقصف المستشفيات وأن تقصف المرافق وأن تقصف البيوت هذا شيء يعني لا يمكن للضمير الإنساني الدولي أن يقبله بأي شكل من الأشكال وبالتالي فأعتقد أن الأصوات التي ترتفع اليوم من أجل وقف هذا النزيف والتي يعبر جلالة الملك من خلال رسالته التي تلاها السيد رئيس الحكومة داخل القمة أعتقد بأن الغلبة في النهاية ولا بد أن تكون إلى صوت الضمير الإنساني والضغط من أجل القوى الوازنة بالخصوص والقوى التي تتمتع بحق النقد داخل مجلس الأمن لفعل ما يمكن فعله وما يجب فعله في مثل هذه المناسبات نعم ننتقل إلى الأولوية الثانية التي تحدث عنها جلالة الملك تتعلق بوقف الاعتداءات العسكرية كما يقول البلاغ بما يفضي الوقف إطلاق النار بشكل دائم وقابل للمراقبة وضمان حماية المدنيين وعدم استهدافهم وفقا نعود دائما للقانون الدولي والقانون الدولي الإنسان فعلا جلالة الملك هو بنظرة يعني بعيدة المدى والمغرب أو المملكة المغربية هي مؤهلة للقيام بأدوار يشهد بها التاريخ أولا وتشهد بها أيضا الواقع في أن تدفع بعملية السلام نظر الاحترام الذي يحضر به جلالته والذي يحضر به المملكة المغربية لدى أطراف هذا النزاع سواء المباشرين أو الإقليميين وبالتالي فحينما يتحدى جلالته عن وقف إطلاق النار بشكل يسمح بالمراقبة بمعنى أنه لابد من ضمانات لكي يسترجع الفلسطينيين عافيتهم ولكي يعودوا إلى حياة طبيعية بشكل دمرته وخلقت فيه ارتباكا وخللا كبيرين هذه الحرب وبالتالي فالضمانات الأساسية ولكن أن تكون هناك كذلك نقطة بداية للعودة إلى المصار التفاوضي والذي هو السبيل الوحيد الكفيل بحل هذا النزاع في إطار ما هو متوفق عليه دوليا في إطار حل الدولتين دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية وأن يكون هناك أفق للسلام بشكل عام هذه الأولوية الرابعة وستكمل في هذا الإطار دكتور بالعمشي جلالة الملك يتحدث عن إرساء أفق سياسي للقضية الفلسطينية كفيل بإنعاش حل الدولتين هناك بقولة تحدث دائما على أن الحرب لا يمكن أن تستمر إلى الأبد وكل حرب هي بداية أو نهاية كل حرب هي بداية لمفاوضات جديدة أعتقد بأن التوازن اليوم في منطقة الشرق الأوسط والتوازن الدولي الذي في جزء منه يدعم إسرائيل مع الأسف الشديد والهبة التي عبر عنها المجتمع الإقليمي العربي والدول الإسلامية في التعبير عن مواقف جادة وقوية وإنسانية أعتقد بأن هناك توازن جديد قد يظهر بعد هذه الأحداث التي تعرفها الأراضي الفلسطينية من أجل أفق جديد يتبتع فيه الأطراف بهامش من الفعل نحو السلام سواء فيما يتعلق بتبادل الأسرة فيما يتعلق بعودة الحياة الطبيعية للمدنيين فيما يتعلق بالعودة التعليم فيما يتعلق بالضغوط الممكنة والمفترضة على الحكومة الإسرائيلية أو تغيير الحكومة فيما بعد تتخذ مواقف أكثر ليونة من الحكومة الحالية إلى آخره من المعطيات التي تعبر على أن هناك فعلا توازنات جديدة ويمكن أن تؤدي بداية نهاية الحرب إلى مفاوضات جديدة أكثر جدية وأكثر أفقا نحو السلام في الشرق الأوسط نعم تحدثتم ما بعد هذا التصعيد في اعتقادكم أي أفق اليوم لإنهاء هذا التصعيد وخاصة التداعيات على البدليين وعلى الأمن والسن في المنطقة كل المؤشرات تقول بأن استمرار وتمادي إسرائيل في هذا العنف غير مبرر هو سيؤدي إلى نتيجتين إما أن تتراجع عن هذا الفعل الذي يضرب في الصميم كل مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني أو أن دائرة العنف والعنف المغضاد قد تتسع لقدر الله ليس فقط في الإقليم في الشرق الأوسط وفي الأراضي الفلسطينية ولكن قد تنتقل إلى دول مجاورة أو تنتقل إلى إذكاء نوع من الأفكار المتطرفة عبر العالم وبالتالي فلابد أن يكون هناك ضمير حي يستطيع أن يجنب البشرية مما قد تؤدي إليه هذه الأحداث وهذه الحرب على غزة من تداعيات لا يمكن تنبؤ بمداها ولا يمكن تنبؤ كذلك بآثارها على السلم والأمن الدوليين نعم ميدانيا إجراءات ميدانية متواصلة تقوم بها اليوم وكالة بيت مال القدس طبعا التابعة للجنة القدس هذه الإجراءات تلقى دائما إشادة من الشعب والسلطة الفلسطينيين نود أن أتحدث هنا عن دور هذه الوكالة والذي يظهر من خلاله دور المغرب في الأراضي الفلسطين جلالة الملك بصفته رئيس لجنة القدس التابعة للمؤتمر الإسلامي وهو ما فتئ منذ إحداث وكالة بيت مال القدس في التعاطي مع الشكل الفلسطيني بأبعاد إنسانية بأبعاد الأخوة والأشقاء في فلسطين يستفيدوا من أبعاد جماعية وصحية وكانت هناك محطات عديدة سواء فيما يتعلق بالأبعاد الثقافية أو الاجتماعية أو حتى تمدرس الطلاب في فلسطين أو حتى البحث العلمي والجامعي الذي يقوم فيه المغرب ببلاء حسن سواء من خلال المستشفيات الميدانية أو من خلال إنشاء مؤسسات جامعية أو مراكز ثقافية أو دعم مباشر للطلبة بالخصوص في فترة جائحة كوفيد-19 من خلال تمكينهم من التمدرس عن بعد إلى غير ذلك من المعطيات واليوم إزاء هذه الأحداث المغرب كان سباقا ببعثي مساعدات طبية وغذائية إلى الفلسطينيين بتنسيق مع الهلال الأحمر المصري والفلسطيني وما كان لتلك المساعدات أن تصر في ذلك الوضع الذي كان يعرف أكبر منسوب من العنف وأكثر ارتباك حتى بالنسبة للمنظمات الدولية المعنية بإيصال هذه المساعدات ولكن كما أوشير دائما الاحترام الذي يحضر به جلالة الملك لدى كل المخاطبين في ممارسة هذه العملية وأيضا الإقدام والمتابعة اللصيقة بهذا الموضوع مكنت بالفعل من إيصال هذه المساعدات ولقية هذه المساعدات ترحيبا كبيرا سواء من السلطة الفلسطينية أو من المستفيدين المباشرين من هذه المساعدات أو من قبل الفعاليات المدنية والفكرية داخل الأراضي الفلسطينية نعم المحلل السياسي الدكتور عبد فتح البلعمشي شكرا جزيلا لكم على كل هذه القبضات شكرا لكم مشاهدين على حصن المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة